عايز اربط كلامي مع اكتاع الناشئين مع فريق بيقدم عظمة وروعة في النادي الاهلي فريق سلت النادي الاهلي فريق سلت النادي الاهلي مع جسدي فريق بيفكرني بالنادي الاهلي في 2005 بيجي لنا كنت اتشرف ان انا انتمي لي واحنا في 2005 ما كناش بنسيبه طولة لاي منافس فريق سلت النادي الاهلي مع جسدي فريق بيقدم روعة روعة مش في المكسب بس لا في الروح في الاداء في الرغبة في الفوز بالبطولات تحس ان اللعبة مش شبعانة بطولات اخر بطولة اخدها فريق سلت النادي الاهلي بطولة المرتبط بعد ما خسر النادي الاهلي للبطولة العربية باداء اكثر من رائع وكان في ظلم تحكيم كبير في البطولة العربية بيعود فريق سلة الناد لدي مع جوستي أقوى من الأول بنشوف النهاردة هو بيفوز على الاتحاد السكندري والاتحاد في السلة بنقول من الفرق المحترمة جدا 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 في هذه اللعبة وليه شعبية كبيرة جدا لكن عجبني جدا الروح والإصرار والعزيمة شايفين اللقطة الحلوة فريق المرتبط شباب الناد الأهلي الشباب عندهم 16 سنة وهنا بيفوز على الاتحاد السكندري والنهاردة بنتطمن على مستقبل الناد الأهلي بنشوف تواصل الأجيال زي ما قدرت تبني فريق قوي النهاردة كل جمهور الناد الأهلي بيستمتع به النهاردة الحمد لله برضو المستقبل جاي مع فريق محترم في مرتبط الناد الأهلي هو ده التخطيط السليم هو ده مجلس الإدارة اللي بيشتغل هي دي اللعيبة اللي أنا عايز أشوفها في قطاع النشيب الناد الأهلي هو ده المثل وهو ده اللي لازم يتعلموا شباب الناد الأهلي وفرق النشيب في الناد الأهلي دايماً الرغبة في المكسب الفوز بكل البطولات حتى لما بتخسر بطولة زي بطولة العربية الجماهير كلها والناس بتسقفلك وبتحترمك هو ده الأداء وإحنا كمان في جلنا في 2005 لما كنا بنخسر بطولة كان الجمهور بيطلعوا يحيينا علشان اللعيبة كلها ما أسرتش هي دي الرسالة والمفاهيم لازم يعرفها أولادنا داخل قطاع النشيب الناد الأهلي اشتركوا في القناة